خلف هذا المشهد الذي استعاد شيئا من الحركة في مدينة تعز وخلف هذه الأزقة والبيوت الصامدة تتوارى قصص ممزوجة بالأسى من زمن الحرب يجب أن تحكى في وقت لا تزال هذه الحرب تكتب بدم القلب الكثير من القصص ضياء الدين غالب له من اسمه نصيب أحد ضحايا الحرب الظالمة التي يشنها الانقلابيون على مدينة تعز باغته انفجار قذيفة في شارع العواضي فقتل من قتل وأصب من أصاب وأخذ من ضياء رجله اليمنى كاملة الشياء عديدة فقدها دفعة واحدة منها منزله الذي كان يقطن فيه في حي المرور وعانى لفترة طويلة من غياب طرف صناعي يعوض رجله المبتور كليا فقد أصاب الشلل في تعز كل المرافق بما فيها مركز الأطراف الصناعية لم يحظى ضياء ومعه العشرات من الجرح والمصابين المدنيين بالاهتمام بهم في خضم هذه الحرب لذا كانت معاناتهم مضاعفة من ناحية الجرحة خاصة المدنيين يعني لفت لهم أي التفات لكن ضياء غالب لم ييأس فثم تضوء بقي يشع في عقله وثمت إرادة غالبة أرشدته إلى مواجهة هذا الظرف الجديد كليا في حياته لم تكن الإصابة نهاية المطاف كما يقول ضياء بل بداية حياة جديدة رسالتي للمعاقين أنه لا يعتبر نفسه أنه فقدان الطرف أنه آخر نهاية العالم بل هي بداية حياة جديدة قرر ضياء أن يجد حلا لمشكلته فأنجز بيده طرفا صناعيا مما تيسر من مواد متاحة استأنف ضياء حياته وسط كم هائل من التحديات أولها عزوف بيئة العمل عن استيعابه واستيعاب أمثاله ممن يعانون من الإعاقة أنا اللي زعلت فيها بقد يعني اللي تقبلوا الناس من ناحية العمل يعني يكون في عمل ما يقدرش ما يقش يقول لك تعال أنت يشوفك يعني يبتعد منك لا يفتقد ضياء إرادة العيش في وسط مليء بالصعوبات فهو يمضي جزءا من وقته في مراجعة الدروس مع صغاره أمله في هذه الحياة الأمل الذي لم يفقده أبدا فهو لا يكف عن تطمين أقرانه من المعاقين بأن الخير قادم والمستقبل أجمل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر